في هبة تضامنية غير مسبوقة تدفق العشرات من أبناء مدينة عين البيضاء في أم البواقي صوبى مستشفى الدكتور صالح زرداني وذلك للتبرع بدمهم وإنقاذ ضحايا حادث الانفجار الذي وقع بحي الإخوة بالعلمي بطريق صدرات أصيب على إثره ثلاثة فتيتين كانوا يلهون ويلعبون بجوار جسم مشبوه قبل انفجاره ما تسبب في إصابة ثلاثة منهم بجروح بليغة تسببت في بطري أطرافهم يعني في واحد اللحظة سمعنا انفجار قوي نشوفه في الغبار يطير منا لأولاد مساكن طيحين يتراوح العمر تحهم بين 12 و 8 سنين تقدمنا بشنا نقوم بالإسعافات الأولية حتى الحق الطاقة متاع الحماية المدنية شفنا في فيسبوك باللي كانين عندنا ضحايا من حادث انفجار هنا في مدينة عيل البيضاء رانا جينا اللي هنا مدام الأمر يتعلق بحياتة أطفال وحياتة مواطنين رانا جينا اللي هنا نعاونه باللي نجمع له وخلاص شدة الانفجار تسببت في اختراق شضايا الجسم المشبوه لنوافذ وجدران عديد المساكن المجاورة لموقع الحادثة التي باشرت بشأنها مصالح الأمن تحقيقات معمقة لتحديد الأسباب الحقيقية للحادثة بالنسبة للحادثة أنا كنت غايبة كنت غايبة عليه ومبدأ الموني باللي أصراف فيها انفجار هذا انفجار كبير قاس ثلاثة ولاد فيهم ولدي أني انفجار كبير وكانت إصابات وكانت تطير بعض الأطرف نشكر جماعة تعيين البيضاء والأولاد تعيين البيضاء كاملين مواقفين معنا بالنسبة للقطاع الصحي الشيء واللي يديروا المجهودة ما يديروا فيه مجهود كبير فيما يخص الأطفال الأطفال بصيفة عامة ما عندهم مش مرافق احنا الصحرام قاعدين يجيبونا في البروجي وقاعدين يخدموا في المدينة هالي بصعوش قاعدين يخدموا وقاعدين يخدموا غير في البيتون ما كانش حاجة هذا خضرة ما كانش طفال كيخرج مدار الصباح يروح اللي يقول يروح يهمل هذا وقد نشد سكان مدينة عين البيضاء دعم مصالح الأمن الحضري بعديد الأحياء السكنية التي تعد بؤرة لانتشار بعض الآفات الاجتماعية مع توفير مرافق وفضاءات طرفهية لشباب المدينة